ومن المرجع الإنسان والمرجع الحمار ولاحظوا أن الحديث عن المراجع الحمير جاء في سورة الجمعة التي تتلى على الأقل على الأقل تتلى في صلاة يوم الجمعة رسول الله كان يتلوها في صلاة يوم الجمعة على الأقل أسبوعيا يركز هذا المعنى من أن هناك علماء هم بدرجة العالم الإنسان وهناك علماء بدرجة العالم الحمار ولذا هذا الكلام قاله إمامنا الكاظم لذلك المرجع الكبير لعلي البطائن وقد كرر هذا الكلام معه مرارا والروايات موجودة في كتبنا ومصادرنا المعروفة من المرجع الإنساني والمرجع الحمار إلى المرجع الكل في سورة الأعراف في الآية الخامسة والسبعين بعد المئة بعد البسملة من سورة الأعراف وما بعدها واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا إنه بلعم ابن باعورا أو ابن باعورا واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا في أحاديث العترة معنى آتيناه آياتنا كان من حملة السر الأعظم كان من حملة الإسم الأعظم الآن لو جمعت مراجع شيعة من الأحياء والأموات ممن عايشناهم أو الذين سبقوهم لا يصلون إلى خيط في نعال عالم يحمل هذا السر ومع ذلك فإن القرآن وصفه بالكلب بل إن الكلب أفضل من إنها مماثلة هو أسوأ من الكلب كما أن العلماء في سورة الجمعة هم أسوأ من الحمار لكن وجه المماثلة هنا جاء بهذا العنوان وإلا فإن الحمار أطهروا وأشرفوا منهم الحمار بطبيعته هو لا يدرك ماذا في الأسفار أما هؤلاء الأحبار هؤلاء الرهبان هؤلاء المراجع هؤلاء الذين يسمون بالفقهاء هؤلاء أسوأ من الحمير وأسوأ من الكلاب قطعاً الذين يتصفون بهذه المواصفات الذين يتصفون بأوصاف الفقاهة عند محمد وآل محمد هل يمكن أن نتحدث عنهم بهذه الطريقة هل هذا كلام منطقي واضح المقصود من كل هذا الكلام وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِيهِ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتْتَبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَذْ أو تَتْرُكْهُ يَلْهَذْ ذلك مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَةِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ تلاحظون الحديث عن المراجع الحمير في سورة الجمعة على الأقل سورة الجمعة تقرأ على الناس جميعا في كل جمعة إنها صلاة الجمعة تقرأ على الناس جميعا والمطلوب من الناس إذا ما قرئ القرآن أن ينصتوا والمطلوب منهم أن يتدبروا مع ملاحظة أن سورة الجمعة وردت بخصوصها روايات كثيرة جدا في الإدمان على قراءتها دائما أنا لست بصدد الحديث عن هذا الموضوع هناك روايات في كتبنا توجهنا دائما لقراءة سورة الجمعة لماذا؟ لأن سورة تنبهنا إلى صنفين من العلماء إلى صنفين من المراجع هناك المرجع الإنسان وهناك المراجع الحمير فتلك الوصايا تؤكد علينا أن نتحدث عن هذا الموضوع دائما أما هنا الأمر واضح فاقصص القصص لعلهم يتفكرون تحدثوا عن العلماء الكلاب عن المراجع الكلاب الواقفة علي البطائن بعد ذلك ترقى إلى درجة فصار كلبا ممطورا الإمام الرضا وصف ذلك المرجع الكبير ومن معه من مراجع الشيعة وصفهم بالكلاب الممطورة هذه ثقافة القرآن هذا ما هو منطقي هذا منطق محمد وآل محمد إذا كنتم تجهلون ذلك فما هي مشكلتي إنها مشكلتكم أنتم بعيدون عن ثقافة الكتاب والعطرة فماذا يصنع لكم كبار مراجع الشيعة في زمن إمامنا الكاظم حينما كان مسجونا هؤلاء وصفهم الإمام الكاظم بأنهم حمير يا علي أنت وأصحابك أنت وأصحابك أصحابك من المراجع من أمثالك وأصحابك ممن يتابعونك من الشيعة أشباه الحمير أما إمامنا الرضا فقد وصفهم بسبب إصرارهم على استحمارهم هذا من أنهم كلاب ممطورة وبالمناسبة الذين وصفوا بالكلاب الممطورة من قبل إمامنا الرضا ما هم من عامة الشيعة عامة الشيعة حتى الذين ذهبوا مع الواقفة رجعوا إلى الإمام الرضا بعد ذلك لكن الذين أسسوا منهج الواقفة هم مراجع الشيعة وكبار العلماء وكبار المحدثين في ذلك الوقت وما رجعوا إلى الإمام الرضا فماتوا على ضلالهم وماتوا على حيرتهم ألا لعنة الله عليهم وكثير من أسماء الروات الذين ننقل أحاديثهم هم من هؤلاء إنما ننقل أحاديثهم حينما كانوا في زمن الهداية ولكن بعد أن ضلوا فإنهم قد أصبحوا كلابا منطورا صاروا من المراجع الكلاب بعد أن كانوا من المراجع الحمير أعداد هائلة هائلة من العلماء ومن رواة الحديث صاروا بهذه المنزلة بمنزلة المراجع الكلاب فلذا حين تحدث القرآن عن قصة بلعم ابن باعوراء قال فاقصص القصص لعلهم يتفكرون هذا أمر أن نتحدث عن المراجع الحمير علنا في صلاة الجمعة وفي كل مكان في يوم الجمعة يتم الحديث عن المراجع الحمير ودائما نتحدث عن المراجع الكلاب فاقصص القصص لعلهم يتفكرون تدبروا في القرآن هذا هو شهر القرآن لا خير في قراءة ليس فيها تدبر هذا هو منطق القرآن الكريم قرآننا تحدث عن العلماء بل تحدث عن عوائل الأنبياء في سورة التحريم لقد تحدث القرآن عن نساء النبي عن زوجتين من زوجات النبي عن عائشة وحفصة وهذا الأمر ما هو بخفي عودوا إلى صحيح البخاري إلى النسخ الموجودة الآن التي يعتمدونها في الأزهر وغير الأزهر عودوا إلى صحيح البخاري ستجدون الرواية عن عمر ابن الخطاب من أن المرأتين التي ذكرت في سورة التحريم عائشة وحفصة هذه القضية واضحة ماذا تحدث القرآن عن عائشة وحفصة إنها عائلة رسول الله صلى الله عليه وآله عائلة نسائه إن تتوبى إلى الله إن تتوبى هل تابت ما تابت ذلك موضوع آخر لكن حالهما بحاجة إلى توبة فهما في حالة بعد عن الله وعن رسول الله إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما مالت قلوبكما عن الحداية وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين إنه علي صالح المؤمنين هذا من عناوين علي في القرآن إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما مالت قلوبكما عن الحق يا عائشة ويا حفصة وإن تظاهر عليه على رسول الله فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير ما الذي فعلته عائشة ما الذي فعلته حفصة بحيث يكون الله وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة في مواجهة عائشة وحفصة ما هي الآية هكذا تقول وإن تظاهر عليه أن تقف بوجه رسول الله وأن تنصر إحداكما الأخرى في وجه رسول الله فإن الله هو مولاه وناصره فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير هؤلاء هم أنصاره فما الذي صدر من عائشة وحفصة حتى يحتاج رسول الله إلى كل هذه النصرة موضوع كبير عسى ربه انطلق كن أن يبدله أزواجا خيرا من كن ما هي أوصاف الأزواج التي هن خير منهن مسلمات مؤمنات فهل أن نساء النبي في ذلك الحال ما كن على الإسلام أم أنه إسلام هكذا بالإسم فقط ولذا فإن الآية تتحدث عن زوجات مسلمات مؤمنات هن خير منهن خير من عائشة وحفصة عسى ربه انطلق كن أن يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات تيبات وأبكار أنا لا أريد أن أطيل الوقوف كثيرا عند هذه الآيات في سورة التحرين ضرب الله مثلا للذين كفروا ما هو هذا المثل ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين ضرب الله مثلا هذا المثل يراد منا أن نكرره دائما هناك وصايا من رسول الله ووصايا من الله في كتابه أن نعتبر بأمثال القرآن فأمثال القرآن هو علم من علوم القرآن هذه أمثال القرآن علينا أن نعتبر بها علينا أن نرددها علينا أن نتدبر فيها فهذا القرآن يحدثنا عن أسرار عائلة النبي عن نسائه ويتحدث عن معايب نسائه تصريحا وتلميحا وفي نفس السورة يتحدث عن زوجة نوح وعن زوجة لوط في نفس السورة هذه إشارات وعبارات هذا تصريح وتلميح وتلويح قولوا ما شئتم وضرب الله مثلا للذين آمنوا المثل الذي ضرب للذين آمنوا إنها آسية بنت مزاح زوجة فرعون وإنها السيدة مريم هذه أمثلة من النساء للذين آمنوا وأمثلة من النساء للذين كفروا نساء أنبياء هذه زوجة فرعون مثال للذين آمنوا أما زوجة نوح وزوجة لوط فإنهما أمثلة للذين كفروا القرآن يكشف لنا أسرار عوائل الأنبياء هذا هراء حينما يقولون لكم لا تتحدث عن المراجع ولا عن عوائله ولا عن أولاده ولا عن أصاره هذا كذب هذا القرآن وهذا شهر رمضان ويجب علينا أن نتدبر في القرآن وهذا جزء من التدبر في القرآن وإلا لا خير في قراءتكم للقرآن من دون أن تتدبروا في القرآن كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه علي